فنروح سريعا للدوري الإنجليزي النهاردة في مباراة بين ليفر بول وكريستل بالس يعني شايف المباراة دي ازاي شايف المواجهة دي ازاي خاصة كمان بعد الماتش التعادل اللي حصل في أول مباراة طبعا اكيد كلنا يعنينا محمد صلاح النهاردة قدام كريستل بالس في الجولة التانية كان ليفر بول بدأ الدوري بيتعادل أمام فولام في نتيجة طبعا واحد واحد كان ممكن تكون كانت نتيجة مفجأة شوية الجامعة ليفر بول في مصر خاصة انك تتعادل قدام فولام في الدولة الدولة ولكن لشاهد المباراة هي المباركة في ملعب فولام دوري الإنجليزي قوي دوري الإنجليزي ينفوش نتيجة متوقع فيش فريق بطل ممكن يخسر أو ما يخسرش لا كله بيخسر هناك وكله بيتعادل هناك فأيمكن المباراة النهاردة يكون صعبة شوية صلاح بيقدم مواسم استثنائية بيكمل في مسيرته صراحي السنة اللي فاتت بعد ما اخد هداف الدوري للمرة الرابعة في خمس سنين في الدوري الإنجليزي فده نجح كبير جدا السنة دي بدأ برضو الموسم بهدفه أسست قدام فولام النهاردة عنده كريستال بلس بنافس لعيبة السنة دي هتكون مميزة جدا لقلقة بالهداف زي إيرلينج هلن طبعا مهاجم ماتشيسر سيتي وهاريكين مهاجم توتنام ومتروفيتش هتلعب فولام اللي بدأ يسجل ويزر بشكل كويس فانا شايف ان صراحة عنده النهاردة القدرة إن شاء الله ان هو يسجل فريق كريستال بلس كريستال بدأ الموسم بخسارة أمام أرسنال الاثنين سافر فانا شايف ان ليفربول النهاردة على ملعب أنفلد على ملعبه وسط جمهوره الساعة تسعة بالليل فانا شايف ان الموراها تكون بشكل كبير جدا لفريق ليفربول اللي الفوز فيها وهي الصراحة إن شاء الله التسجيل هل ملامح الدوري الإنجليزي ظهرت ولا لسه برضو ما نقدرش نحكم في ظل يعني وجود مفاجآت في هذا الدوري ويعني انت عارف أكيد يعني بس ما نقدرش نحكم ولكن يظل الدوري الأقوى في العالم دوري الناس كلابات بتنتظروا يمكن صراح حببنا في الدوري الإنجليزي أكتر بقالنا خمس سنين كلنا يعني كحاتكة خلاص مش منتبع كل الناس في الشوارع دلوقتي لازم الدوري الإنجليزي يكون شغال لازم ناس كلاب مستنيوا مقاسبين كنا مقاسبين شوية كنا مقاسبين شوية عشان كان كريستيانو وميسي في ريالو برشلونا كان فترة من فترات لكن دلوقتي احنا كلنا ورا صراح بنحب صراح يعني فرحانين عندنا لعيب من التوب سري خلاص في العالم لعيبهم الأفضل تلاتة في العالم بلا شك يعني فدلوقتي صراح ما يبقى الهدف بتاع الموسم ده صراح 152 جول في خمس سنين فده يعني رقم كبير جدا ومش هتحقق تاني وشكرتان احنا فعلا قدام اسطورة حقيقية يعني مصرية بجد على الأراضي انجليزية اللي متابع الكورة واللي بحب الكورة أو حتى اللي بحبش الكورة عارفت دي صراح فرق في اسم يعني في انتشار اسم مصر بشكل كبير جدا في انه هو ادي صمعة طيبة جدا لكورة المصرية لمصر بشكل كبير جدا هناك صراح هناك دلوقتي بالنسبة للجامهير ليفر بول مش قادر اقول لك ممكن يكون وصل لمرحلة عاملة ازاي صراح حتى في فترة الانتقالات وفترة التجديد تعقده قبل الموسم ده ما يبدأ كانت فترة بالنسبة للجامهير على دغطات كبيرة جدا الجامهير كان بالطلبه بشكل كبير جدا بالتجديد صراح جدد بطلباته بربعمائة الف جنيس تريني اسبوعيا طلباته وهو من الآغل دلوقتي اللاعبين موجودة في العالم وفي الدولة الانجليزية فصراح بيقدم مواسم ممتازة الموسم ده السنة ده هيكون المنافسة صعبة جدا ما بين ليفر بول وبين منشستر سيتي ستظل هي هي زي الموسم اللي فاتوا اللي قابلوا